اقرأ وارتقي مع الأستاذ فارس جمال أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام لا يخفى عليكم مستمعين بأن شهر رمضان هو شهر القرآن والقرآن الكريم نزل في شهر رمضان في ليلة القدر ودليل هذا قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذين وقول الله تعالى كذلك في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وبما أن شهر رمضان هو شهر القرآن فحري بنا أن نتدارس القرآن في هذا الشهر الفضيل في الحلقة الماضية تكلمنا عن تلقي القرآن الكريم وقلنا أن للقرآن الكريم تلقيين تلقي المنطوق هو تلقي المكتوب فالتلقي المنطوق هو ما يشافه به معلم القرآن طلابه من أصوات القرآن كما تلقاها هو يعني أن يجلس التلميذ أمام أستاذه ويقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل يأتي أستاذه ويقرأ عليه مثلا الحمد لله رب العالمين فيعيدها التلميذ بنفس الطريقة التي قرأها أستاذه بنفس الطريقة هذه الطريقة يسميها علماء التجويد طريقة التلقي والمشافهة وهي الطريقة الصحيحة الوحيدة التي بها نستطيع نعرف كيف نقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة متقنة بدون أي خطأ إلا هي طريقة التلقي أن يتلقى الطالب من فم أستاذه القرآن غضا طريا كما أنزل وهذا ما يسمى بالتلقي المنطوق وبرضو يسمي علماء التجويد لي مصطلح آخر إلا هو علم الرواية يعني يروي الطالب القرآن عن شيخه أو أستاذه كما أخذها الأولون طبعا القراءة يا إخوة معروفة إنها سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول والخلف عن السلف والسابق عن اللاحق يعني أنا مثلا فارس أجي أقرأ القرآن الكريم كما أقرأنيه عليه أستاذي وأستاذي يأخذ ويقرأ كما أقرأه عليه أستاذه وهكذا إلى أن يصل إلى الصحابة ثم النبي صلى الله عليه وسلم ثم جبريل ثم الله عز وجل أما التلقي المكتوب وهو التلقي الثاني هو ما دونه أئمتنا من قواعد علم التجويد في كتب التجويد يعني إيجي الشيخ لما يألف كتاب التجويد يذكر مثلا أن كلمة السماء فيها مد واجب متصل هذا المد يمد بمقدار أربعة أو خمسة حركات هذا يسمى علم الدراية يعني أن يدري طالب التجويد أو تعلم قراءة القرآن الكريم أن يدري عن هذه الأحكام ويعرفها يعرف أن السماء فيها مد واجب متصل يمد أربعة أو خمسة حركات يعرف مثلا أن حروف الإدغام مجموعة في كلمة يرملون يعرف أن حروف القلقلة قطب جد فالآن أصبح عندنا علمين إما علم الرواية أو علم الدراية علم الرواية باختصار هو أن يقرأ القرآن القارئ قراءة صحيحة متقنة لكن لما تجي تسأل عن السماء إيش المد فيها ما يعرف كيف يعرف؟ يعرف بعلم الدراية يعرف أن والله السماء فيها مد واجب متصل يمد بمقدار أربعة أو خمسة حركات لكل واحد من فرعية التلقي هذه إما التلقي المنطوق أو المكتوب دوره وأهميته ولا يغني أحدهما عن الآخر يعني يجب على قرية القرآن أن يتعلم التلقيين العلمين علم الرواية وعلم الدراية عشان بيها يستطيع قراءة القرآن قراءة صحيحة متقنة فليس لإنسان كائنا من كان أن يقرأ القرآن أو يقرئه بأصوات مخالفة للمنصوص عليه في التلقي المكتوب زاعما أنه تلقى ذلك مشافهة عن أشياخه كذلك في الوجه المقابل والوجه الآخر كما أنه ليس لإنسان لم يشافه بأصوات القرآن أستاذا متقنا إنه مثلا يروح إلى كتب التجويد اشتريها من المكتبة ويقول والله أنا اليوم اشتريت كتاب تجويد بأجلس في البيت وأقرأ منه وأتعلم القراءة الصحيح هذا ما ينفع لازم يروح إلى شيخ متقن يعلمه كيف يقرأ القرآن يجلس إليه وجها لوجه ويتعلم منه كيفية قراءة القرآن الكريم قراءة سليمة وقراءة صحيحة وكما ذكرنا قبل قليل أن القراءة هي سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول والخلف عن السلف والسابق عن اللاحق والقراءة يعني قراءة القرآن الكريم تأخذ بالنقل ولا مجال فيها لإعمال العقل نحن في زمننا بفضل الله تعالى نعيش ما نستطيع أن نسميه بالعصر الذهب للقرآن الكريم نرى إقبال الأمة على كتاب ربها في شتى بلاد المسلمين عناية بتلاوته وحفظه من الكبار والصغار الذكور والإناث وفي غمرة هذه العودة إلى القرآن العظيم وقلة أعداد المتصدين للتعليم المتقنين نرى الواحد منهم يقرأ ويقرأ متأثرا بلهجته العامية إن كان عربيا أو بأصوات لغته المختلفة لنطق العرب إن كان أعجميا ويسوء الأمر حينما ينبه هذا الإنسان على ما عنده من ملاحظات فتأخذه الحمية والعصبية ويصر على نطقه المعوج بحجة أنه هكذا تلقى من أساتذته وأن أساتذته كانوا من الدقة وما كانوا ويزداد الأمر سوءا إن أمسك هذا الأستاذ القلم وجلس يدون في مؤلف حديث لا يمت إلى ما ذكره أئمتنا السابقين في كتبهم بصلة مستمعين الكرام حنبها الآن إلى بعض التغييرات الصوتية في تلاوة القرآن واللي يكون سببها التأثر باللهجة العامية عند العرب أو باللغة الأجنبية عند العجم أول شيء عدم إتمام الحركات يعني مثلا نجي عند الحرف المضموم زي مثلا في كلمة الحمد ما يستطيع القارئ أن يضم الضم الكامل مثلا الحرف المكسور في كلمة رب العالمين الباء ما يكسرها حق الكسر وهكذا يعني ما يتم حركة الحرف يعني عند الحرف المفتوح ما يتم الفتح والمكسور ما يتم الكسر وكذلك المضموم ما يتم الضم مثلا من الأخطاء والتغييرات الصوتية في تلاوة القرآن الكريم نطق الواو العربية مثل حرف او بالانجليزية يعني مثلا يجي عن كلمة يعلمون ما يقرأها يعلمون يعني ما نطق الواو خالص صافي عربية كذلك من ضمن التغييرات الصوتية نطق الياء كالالف الممالة وذلك مثلا في كلمة الرحيم ما يجي يقرأها لك الرحيم يجي يقرأها الرحيم وهذه قراءة خاطئة مثلا كلمة نستعين لابد نقرأها ياء خالصة نخفض فيها الفك السفلي الى اسفل طيب من ضمن كذلك التغييرات الصوتية جعل صوت الجيم رخوا يخلي الصوت اجري خلالها بخلاف الجيم الفصيحة فان صوتها محبوس لانها حرف شديد مثال ذلك مثلا كلمة يجعلون الصحيح ان نقرأها يجعلون يجي واحد يقرأها يجعلون وهذا خطأ لابد تكون الجيم محبوسة لانها حرف شديد كذلك من ضمن التغييرات الصوتية الموجودة واللي اثرت عليها لهجتنا العامية صوت الغيم بعض البلدان يقرأوه قاف زي مثلا غير المغضوب ايجي يقرأها لك يقول لك غير المغضوب وهذا خطأ الصحيح غير المغضوب وكذلك صوت القاف في بعضهم يقلبوا جيم بدل ما يقول فاني قريب أجيب ويقول فاني كريب أو قريب فاني قريب وهذا خطأ الصحيح فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان كذلك من ضمن الأصوات اللي سنغيرها في الحروف أو الأخطاء الشايعة تغيير الحروف اللثوية بسبب عدم إخراجها من مخرجها الصحيح فدائما نحول الثاء إلى سين بدل ما يقرأها ثلاثة مثلا يقول لك ثلاثة والذال إلى زاي بدل ما نقول الذين نقول الذين وكذلك الضاء إلى صاد مشم زايا بدل ما يقول الظالمين اقرأ الظالمين وهذا خطأ الصحيح أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة كما أنزل وبعضهم كذلك يستصعب أن ينطق الألف الممالة زي كلمة مثلا مجريها يجي يقرأها لك مجريها وهذا خطأ الصحيح أن نقرأها كما أنزلت مجريها ومن ذلك كذلك تغيير صوت الضاد الفصيحة إلى أقرب حرف يستسهله الإنسان بحكم لهجة أو لغته بعضهم يقلب الضاد إلى ضاء بدل ما يقول ولا الضالين يقول ولا الضالين وهذا خطأ وهذا خطأ ترى يعني منتشر وشايع بين كثير من الناس طيب مستمعين من كل ما سبق يتبين لنا أن المنهج الصحيح في تلقي القرآن ونقل أصواته النقل الدقيق يكون بعدم إهمال أحد جناحي التلقي اكتفاء بأحدهما عن الآخر فالرواية لها نقلها إلا هو التلقي المنطوق والدراية لها ضبطها إلا هو التلقي المكتوب مستمعين الكرام الآن ننتقل إلى الجزء الثاني من الحلقة طبعا حيقرأ القارئ ما تيسر له من سورة البقرة من آيات الصيام سنبدأ نصحح الأخطاء وجدت وكذلك نذكر الأخطاء الشائعة وبعض الأحكام التجويدية الآن نرحب بضيفنا القارئ حامد عبد العليم أهلا بك حامد أهلا وسهلا وأنا سعيد بالمشاركة يا مرحبا فيك ابدأ وقرأ يا حامد ما تيسر لك من سورة البقرة من آيات الصيام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين طيب يا حامد كلمة فدية الدالة التي فيها تقلقل طبعا نعرف حروف القلقلة هي خمسة قطب جد تقلقل إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سواء كانت في وسط الكلمة أو في آخرها فعندنا كلمة فدية الدالة التي في وسطها ساكنة فلازم تقلقل فدية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس طيب يا حامد كلمة شهر الهاء التي فيها ساكنة فتهمس حروف الهمس مجموعة في قولك فحثه شخص سكت هذه الحروف إذا جاءت ساكنة لابد تهمس إيش معنى الهمس؟ ذكرناه في حلقة سابقة وهي إخراج الهواء من الفم عند النطق بالحرف المهموس فتقرأها شهر رمضان كذلك كلمة القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الراء التي في القرآن راء ساكنة يكون حكمها إيش؟ التفخيم لأنها راء ساكنة قبل حرف مضموم فسكن الراء يا حامد وانتبع لتفخيمها القرآن هكذا عيد المقطع شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان طيب يا حامد كلمة هدى للناس عندنا حكمين تجويديا الحكم الأول هدى للناس تنوين في كلمة هدى جاء بعده اللام في كلمة للناس يكون حكمها إيش؟ الإضغام بغير غنى كلمة للناس في نون مشددة تغن بمقدار كم؟ حركتين بمقدار حركتين أكمل يا حامد هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بين الراء والفرقان سكنها والفرقان أحسنت فمن شهد منكم الشهر فليصمه بين الهاء حقت فليصمه لأنها ساكنة في آخر الكلمة لو ما انتبه لها القارئ ممكن يهملها فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بين الفاء أو على سفر فعدة أخرج الفاء من مخرجها الصحيح ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فخمر العسر فخمر العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لا تموت في الميم أكثر من النازم على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أحسنت أخي حامد بارك الله فيك مستمعين الكرام نصل الآن لنهاية حلقتنا اليوم نكتفي بهذا القدر في أمان الله اقرأ وارتقي مع الأستاذ فارس جمال